نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم رصده على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن جنوح العوامة الموجودة بالمجرى المائي لنهر النيل أسفل كبري سمنود الملاحي بالغربية وتبين بالفحص والتحري وسؤال شهود العيان أنه بتاريخ 22 من يوليو الجاري وأثناء قيام صندل تابع لإحدى الشركات قادما من ميناء دمياط بالوقوف أسفل كبري للمبيد استضم بشدة بالعوامة المشار إليها وحال استئناف تحروقي صباح اليوم التالي 23 من يوليو الجاري عود الاستضام بذات العوامة مما أدى لانفصالها واستأنف السير دون توقف حيث قام الأهالي على إثر ذلك باستعادة وضع العوامة لمكانها وعادت تثبيتها كما قام أحد هؤلاء الشهود باختار قائم على الصفحة المشار إليها لنشر خبر بذات المضمون بقصد إبلاغ الجهات المعنية أمكن تحديد وضبط الصندل بمحافظة ألمانيا حيث أقر قائده ومساعده بارتكاب الواقعة وتم اتخذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة ترجمة نانسي قنقر